اشتركوا في القناة عز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر فصلاة الله وتسليماته على سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الغرار أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم عن طوق النجاح أتكلم عن الصدقة سبحان الله لا أقصد بالصدقة الفقير لأن الصدقة عند الفقير ربما سدت جوعا أو أروت ضمأا أو سدت دينا أو زوجت بنتا أو بنت بيتا إنما أتكلم عن الصدقة وعن فائدة الصدقة للأغنياء قبل الفقراء الحبيب النبي فيما يروي البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرب العلي عبدي أنفق أنفق عليك وإن أمسكت منعت عنك بالله عليك منذ متى وأنت أنفقت في سبيل الله ولم ينفق الله عليك منذ متى وأنت تصدقت في سبيل الله ولم يخلفك الله المال ويخلفك الرزق الحلال ويخلفك الزوج الصالحة والأولاد أخي الحبيب رجل بينما هو نائم رأى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له رسول الله اذهب إلى مدينة كذا إلى حي كذا في عمارة كذا في شقة ركم كذا هناك رجل قل له رسول الله يبشرك أنك ستكون بجواره في الجنة الله أكبر اللهم إنا قد حرمنا من رؤية رسول الله في الدنيا فلا تحرمنا من جوار النبي في الجنة ولا من شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال لعلها أضغاث أحلام ولكن في الليلة التالية رأى نفس المشهد نفس المشهد الرباني رأى الحبيب النبي يمشي كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها يقول له اذهب إلى فلان في مدينة كذا في حي كذا في عمارة كذا في شقة كذا وبشره أنه سيكون بجواري في الجنة قال لعلها أضغاث أحلام فجاءه النبي في الليلة الثالثة وقص عليه نفس الرؤية فقال فلم ألبس أن خرجت إلى هذه المدينة وإلى نفس الحي والله كأني أمشي في رؤيائي حتى وصلت إلى الشقة وطرقت الباب وخرج إلي رجل ظننته عالما ربما يكون من أهل العلم أو شيخ من المشايخ أو رجل يظهر عليه سمت الالتزام لا والله رجل عادي فقلت له جئتك ببشارة من رسول الله فبكى وقال مرحبا أذكرني رسول الله عندك أذكرني رسول الله بإسمي قال إي وربي فأحسن ضيافته ثم قال له قص علي قال رسول الله يقول لك أنك ستكون بجواره في الجنة أسألك بالله ماذا تصنع حتى نلت هذا الشرف ونلت هذه المكانة فقال والله أنا أصلي كما يصلي المسلمون وأنا أفعل الخير كما يفعل المسلمون لا أكثر من الخيرات ولا أكثر إلا من أمر لا يعلمه إلا الله قال ما هو قال جيراني أرملة تربي في أربعة أيتام فإذا جاء آخر الشهر وتقاضيت الراتب ذهبت إليها بنصف الراتب قسمت هذا الراتب بينهم وبين أولادي فقال له وهو يبكي صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة أيها الغني يا رجال الأعمال يا من تملكون المال تصدق حتى تطفئ غضب الرب نعم قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب تطفئ غضب الرب الصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ الغضب الرب كما يطفئ الماء النار قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم لأن غضب الله عز وجل ربما جاء إلى الأذن فأصمها وإلى العين فأعماها إلى الولد فأهلكه إلى الوظيفة فأذهبها إلى المال وإلى التجارة فخسرت فيها فاتق الله وأنفق إلى عمال مصر إلى الفلاحين إلى الزراع لا تنسوا الفقراء لا تنسوا المساكين لا تنسوا المرضى لا تنسوا الجوعة من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال النبي بينما رجل يمشي في أرض فلاه فنظر في السماء فوجد سحابة تمشي في السماء وسمع صوتا في هذه السحاب يقول اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان فمشى الرجل خلف هذه السحاب ثم إذا بهذه السحاب يتنزل أو ينزل منها الماء إلى شرجة ووجد رجلا بمسحاته معه الفأس يحول هذا الماء إلى مزرعة وإلى بستان في أرض فلاه فقال السلام عليك يا عبد الله قال وعليك السلام قال ما اسمك بالله قال اسمي فلان للإسم الذي سمعه في السحاب فقال له لما تسألني عن اسمي قال سمعت كذا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان فبالله عليك ماذا تصنع حتى يذكر اسمك في السماء وحتى يأتي هذا الماء إلى الصحراء ويروي لك بستانا يا مانعا ومليئا بالخيرات ومليئا بالثمار ومليئا بالفواكه فإذا به يقول إني لأنظر إلى ما يخرج من هذه الحديقة فأقسمه فأقسمه إلى ثلاثة أما القسم الأول الثلث الأول آكل منه أنا وأولادي أما الثاني فأتصدق به على الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين والمرضى والجوعة أما الثالث فأرده إلى المزرعة يا أخي الحبيب والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه أنفق ينفق عليك معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم معنا للسيد السلام عليكم الله يسلمك أزيك شيخنا الله يسطرها عليك يا حبيب أزيك يا حضرتك الله يسطرك الله يفتح عليك يا رب يا رب فضل يا حبيب كنت أعيز يعني حبيبك يعني كلامك جميل جدا واتمنى من رجال الأعمال اللي في مصر فعلا أنهم يحذوا الكلام اللي أنت حضرك بتقوله ده فعلا بمحمل من الجدية لأننا بنسمع ساعات تصرحات يعني بتزعع للناس من الناس اللي معها رؤوس أموال كبيرة يعني في مصر بدون ذكر أسماء يعني الحد بس بيتكلموا أن هما اللي في أزمة لأ إحنا عايزين نقولهم أن الشعب فيه ناس كتيرا فعلا محتاجة وفي أزمة مش هما اللي في أزمة فيه ناس يعني يعني مثلا واحد زي رجل أعمال محمد العربي رجل محترم جدا بدون ذكر أسماء أساس مضافة اللي عنده كلهم أجازة ودوء طيب هو مثال طيب إن كان مثال طيب فاذكره باسمك أهم أنا بقول لحضرتك اللي هو تشيبها العربي اللي هي شركة تشيبها العربي الحاكم محمد العربي ما شاء الله فهو إدى للموظفين كلهم أجازة وفيه موظفين إدىهم نصف أجر وفيه طبعا فيه أماكن في المصنع ما ينفعش تتعطل فمشغلهم بس عملهم نظام للحماية والأمان ومؤمنهم في شغلهم ربنا يبارك يجي على الجانب الآخر يشوف ناس تانية بدون ذكر بقى أسماء يعني بيسمع منهم كلام يعني غريب جدا يعني يقول لك إحنا في أزمة وإحنا كفان إحنا ساعدنا البلد في وقت يعني بعد الثورة بعد الثلاثين ستة والكلام ده وإحنا ساعدنا البلد وإحنا وقفنا وعملنا ماشي ده يشكر ليهم إنهم عملوا عملوا الشغل ده لكن في نفس الوقت يعني لازم زي ما أنا بكسب من بلدي لازم برضو أدور إن أنا يعني أحاول أساعد الناس اللي محتاج زي ما إحنا كلنا لازم نقف جنب بعض يعني إحنا في وقت لازم كلنا نقف جنب بعض في وقت المحنة ده أمال إمتى هنقف جنب بعض فأتمنى يعني إنهم يسمعوا كلام حضرتك ويغدوب محمل الجد وأنا بقى كلام حضرتك جميل جدا ومؤثر وردنا يفتح عليك ومتشكل وشكرا جزيلا ربنا برك لكن تصاحب رأي واحترم الله يا سيد ربنا جزي خير وبارك في عمرك يا رب سبحان الله يعني الأساس سيد يقول وجب على رجال الأعمال أن يحملوا مصر في هذه الأزمة أن يحملوا مصر في هذه الأزمة نعم والله تعالوا بنا إلى عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل أعمال في مكة يسمى عبد الرحمن بن عوف عندما أراد طيب معنا الأساس أشرف نخذ الاتصال الأول بعدين لكم من إن شاء الله السلام عليكم أستاذ عاش رب عليكم السلام والله بركاته أزاك الله أعلم ومبارك الله فيك يا شيخ محمد اللهم أمين يا رب اللهم أمين فضل يا حبيب اللي هي السؤالين بعدين حضرتك فضل أسمعك عايزة أعرف الأول السؤال الأولاني أنواع الصدقات وأفضلهم وهو للناس بالصدقة أولاهم مين تمام يا حبيب والسؤال الثاني هل يجوز أن أتصدق من ما كان أساسه يعني أساسه حرام أصوص المددين دول كتبطلع منه مد تمام تمام أي سؤال تاني يا أستاذ أشرف شكرا شكرا على المشارك يا حبيبي شكرا على المشارك سبحان الله عبد الرحمن بن عوف عندما أراد أن يهاجر مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا به يجرده المشركون من ماله فلما وصل إلى مدينة رسول الله آخ النبي بينه وبين سعد بن الربيع سعد بن الربيع من أغنى أغنياء مدينة رسول الله فجاء إليه سعد بن الربيع وقال يا عبد الرحمن أنا من أكثر الأنصار مالا فسأقسم مالي بيني وبينك شطرين نصفين أنت نصف أنا نصف وأنا متزوج بامرأتين انظر إليهما فإن أعجبتك إحداهما طلقتها فإذا انقضت عدتها تزوجتها يا الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فقال له بلسان العفيف بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك ولكن دلني على السوق أريد العمل أريد التجارة فلما ذهب إلى السوق إذا به يعمل حمالا حتى ربح ثماني الدراهم فتصدق بنصفها فأعطاه الله ثمانين فتصدق بنصفها فأعطاه الله ثمانمائة فتصدق بنصفها فذهب إلى النبي وعليه صفرة يعني أثار أنه عريس صاحب زوجة فقال له النبي هل تزوجت يا عبد الرحمن قال إي وربي يا رسول الله قال ما أمهرتها قال أمهرتها نواه من الذهب فقال له النبي أولم ولو بشاه يا سبحان الله عندما جاءه المرض عندما جاءه المرض وإذا به يغشى عليه فظن أهله أنه قد مات فقعدوا يعني جعلوا يبكون وعليه ويمتحبون عليه فلما أفاق قال لهم جاءني رجلان أحدهما صاحف فضاضة وغلظة أخذاني وقال تعالى للحساب إلى العزيز العليم فقابلهما رجل فقال إن هذا قد كتبه الله من السعداء وهو في بطن أمه أتدري عندما مات كم ترك من التركة كان متزوج بأربعة من النساء الواحدة الثمن لها في نصيب الثمن الواحدة نصيبها في الثمن مئة ألف دينار الله أكبر ترك ألف بعير وثلاثة آلاف من الشياه إنه يتاجر مع من؟ تاجر مع ربك حتى تربح معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام و السلام بركاته فضل يا حبيبي مقول لك يا شيخ لو الحظر فضل في الجامعة غاية رمضان نعم الحظر على الجامعة تمام لو فضل في الجامعة مثلا صالنا بيتنا صالح تحفظ جماعة ولا النظام طيب في سؤال تاني يا حبيبي لا شكرا أجيبك إن شاء الله يعني سبحان الله الحظر لو بقي إلى رمضان هل تحسب الصلاة الصلاة لي جماعة نعم تحسب لك جماعة إن شاء الله حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وفي ليلة شديدة المطر شديدة الوحل أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم فأنت عندما تصلي جماعة مع زوجتك ومع الأولاد تحسب لك جماعة وتأخذ الأجر كاملا إن شاء الله أيها المتصدق أيها المصري أيها العربي أيها المسلم اسمح تمام العلم أن الصدقة من كان عنده مريض فقالها أبو بكر الصديق داووا مرضاكم بالصدقات يا الله لو عندي مريض وتصدقت يشفيه من وإذا مردت فهو يشفين رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كم من مريض أصبح صحيحا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون أنت تنفق على مريضك عند الطبيب آلاف الجنيهات يا أخي اجعل للفقير وللأرملة وللمسكين عشر جنيهات مئة جنيه والله الذي لا إله غيره لو تصدقت بهذا المبلغ لشفاه الله في علاه وها هي امرأة أصيبت بفشل كلوي وذهبوا أي ذهب أولادها وبحثوا لها عن متبرعه تأخذ جزء من المال في سبيل أن يحصلوا منها على كلية فعلا اتفقوا على مبلغ معين وإذا بهذه البنت الجارية غلبها الفقر وغلبها العوز والحاجة وباعت هذه الكلية أخذت نصف المبلغ وقامت بإجراء بعض التحاليل وتم تجهيس هذه البنت في ليلة صبيحتها إجراء العملية وبينما العجوز المصاب بفشل كلوي في الغرفة المجاورة إذا بها تسمع بكاء هذه الجارية سامعتها وهي تبكي فذهبت إليها وقالت ما يبكيك يا بنيتي قالت أبكي على الفقر الذي جعلني أتبرع بجزء من جسمي وأنا ما زلت لم أتزوج بعد وأنا ما زلت في العشرين من عمري في ريعان شبابي نعم احمد الله احمد الله الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فقالت لها المرأة العجوز لا عليك يا بنيتي سينجيك الله ثم اتصلت على ولدها الأكبر يا ولدي تعالى الآن وأتني بباقي المبلغ يا أمي العملية غدا وسأتيك غدا إن شاء الله قالت الآن بحق عليك وببرك لي أن تصل إلي الآن فجاء الولد وكان برا بأمه وجاء بباقي المبلغ وكانت الجارية بجوار أمه فقالت له أمه اعطها المبلغ كاملا يا أمي لعلها تفر لعلها تهرب ولا نستطيع أن نحصل عليها ولا نجري العملية قالت لا أريد الإجراء العملية اترك لها المال فهي فقيرة وهي ما زالت تحتاج إلى الحياة وإلى زهرة حياتها وسبحان الله ذهبت وذهب بأمه في اليوم التالي لكي تقوم بعمل غسيل كلوي فلما ذهبت إلى الطبيب قال لها الطبيب لابد من إجراء بعض الفقوصات قبل إجراء عملية الغسيل فلما أجرى الفقوصات الطبية إذا به يخرج وهو يضحك ويقول أبشري يا أمه لقد عملت إحدى الكليتين بقدرة من بقدرة الله عز وجل معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم محمد اتفضلي حضرت السيخ الله يسترك يا محمد لو سمحت نعيد ابن ميت رحمه الله وأسأل الله عز وجل أن يكون سببا في دخولك وفي دخول أبيه الجنة يا رب آمين يا سيد الشيخ يعني كان بقوله عشر فيام وكمل صباح شهور دروت أنعم بكي علي يعني بسأم لك يقولولي حرام حرام وانا ما قدرش منع نفس من البكي يعني انت بكيت من غير لط مخدود ولا شق جيوب لا 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 مفيش حاجة بكاء فقط آه يعني يعني طب يام محمد آي قولي ورايا كده اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها واخلفني خيرا منها آه أجيبك يا أم محمد إن شاء الله في أي سؤال تاني لو تمحت أختي أنا هو ولد اللي ميت حلمته أول مبارح يعني وكبير شوي ولابس النقاب اللي هي عم تطلي بيت تمام وعما تقول الشعر مغطي جابينه كله بس هي يعني خايفة أنه هو جاي يعني ردء منه طيب ما شاء الله ما شاء الله وديبك إن شاء الله يوم محمد وديبك إن شاء الله طيب معنا الأستاذ إبراهيم السلام عليكم السلام عليكم طواركات إزاك يا شيف الله يسطره عليك حبيب إزاك يا شيف عم ليه الله يسطرك أسمعك ياريت بعد إذنك أغلق التلفزيون أو وط صوته وكلمه من الهاتف تمام تمام كده مظلوط تمام الله ينور ما أقول لك يا شيف حاولت تتحرك في مكان فيه شبكة بعد إذنك عادي رجعا بعد إذنك يعني من خلالك أنا عندي تيز التكافل وكرامة دي فترة قصما بالله تعبت ومناشر يعني الدكتور نفيني الأبال تختار سواد أنا معي أربع بنات ورحت في جميع التركين ومحد يشتهل فيها والله عظمي يا شيف طيب يا حج إبراهيم رجعا يعني رجعا رجعا يعني من البرتاني الشتاع نشدها الدكتورة نزيني الأبال أمي قولها رجعا طيب رسالتك وصلت إن شاء الله يا حج إبراهيم تفضل يا حج إبراهيم بالنسبة لأم أحمد وللسؤالها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولد له ولد يسمى إبراهيم فأخذه وضمه إلى صدره وكان يطرق به بيوت الأنصار ويقول هذا إبراهيم ابن محمد هذا ولدي هذا فلذة كبدي هذا ثمرة عيني فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ إبراهيم سنة ونصف توفاه الله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي عينه تدمع فرآه عبد الرحمن بن عوف فقال وأنت تبكي يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراكك يا إبراهيم لمحزونون وإنا لفراكك يا إبراهيم لمحزونون يا أم أحمد أبشري فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ولد العبد فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم ماذا قال عبد فيقولون يا رب أنت أعلم حمدك واسترجعك قال إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله على قضاء الله فيقول ربنا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد سموه بيت الحمد سبحان الله أختها رأته أنه يختمر وأن شعره على جبيني فهذا خير وإنه إن شاء الله في انتظاركم على باب من أبواب الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أحد الصحابة ومعه ولده يدخل عليه ويقول يا رسول الله هذا ولدي فقال له النبي أتحبه قال أحبك الله كما أحبه يا رسول الله مات الولد وانقطع هذا الصحابي عن مجلس رسول الله فلما جاء قال له النبي أبكيت عليه قال بكيت يا رسول الله وحزنت يا رسول الله هو ولدي يا رسول الله فقال أكان يصرك أن تدوم له الحياة أم يصرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك عنده قال ألا آتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدي عنده يا رسول الله قال أبشر فما إن تأتي بابا إلا وجدت ولدك يفتحه لك الله أكبر معنا اتصال ان شاء الله السلام عليكم اتفضلي اسمعك حبيبتك يا شيخ انا بقولك انا يعني المصاريف احنا على قد حالنا وكده احنا ما بنتلعش يعني اللي في رمضان بس ليس علي حرز يعني انت ما شاء الله تبارك الله بتطلع زكاة الفطر فقط او بس عشان احنا بس المصاريف على قد وما يبقاش معنا طب الشهر وكده ربنا يجزيكم خير يا رب ويخلف عليكم الخير واكثر من الاستغفار واكثر من الدعاء وان شاء الله سيوسع الله عليكم ان شاء الله اي سؤال تاني لا شكرا يعني سبحان الله والله عيب على كل غني ان يسمع هذه الفتاة ولا يلبي دعاء الرب العلي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم انت تتاجر مع الله انت تتاجر مع الرب العلي مع الغني مع الكريم مع السخي الذي يحب الاسخياء مع الكريم الذي يحب الكرماء فاتق الله وتعلم فوالله محتاجت هذه الجارية ومحتاج من قبلها وهو الاستاذ ابراهيم الى العلاج الى ثمن الدواء الا لان هناك رجل غني يمنع المال يمنع المال والله سيأتي يوم وتتمنى ان يكون لك صدق عند الله عز وجل لان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله يا الله بينما دنت الشمس من الرؤوس والناس غرقى في عرقهم فهناك من يلجمه العرق الجاما وهناك من وصل الى كتفيه وهناك من وصل العرق الى حقويه و الى ركبتيه و الى كعبيه هناك سبعة اصناف منهم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الله اكبر بالله عليك والله ما جاعت هذه الجارية الا بسبب بخل الاغنياء و محتاج هذا الى ثمن الدواء الا بسبب بخل الاغنياء وكان هناك زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان اذا جاء الليل وكان يعرف بيوتات الفقراء كان يعرف البيوت فكان يأتي بالطعام والشراب ويحمل الطعام والشراب على كتفه ويذهب بليل ويضع امام الباب ما يكفي هذه الاسرة من الطعام والشراب ثم يرتحل الى غيرها ولا يعلم به احد ولا يطلع عليه احد الا الواحد الاحد فاذا به سبحان الله لما مات انقطعت الاعطيات عن الفقراء وبينما يغسله المغسلون وجدوا اثارا في كتفه لانه كان يحمل القرب وكان يحمل المؤن وكان يحمل الطعام للفقراء من امة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ايها الغني لا تبخل حتى انت ايها الفقير ايضا لا تبخل واعلم تمام العلم من كان عنده مريض فليتصدق من كان عنده هم فليتصدق من كان عنده ملمة فليتصدق من نزل به البلاء كما نزل الان كورونا فليتصدق التي ارعبت العالم واعجزت الجيوش واعجزت الشعوب واخافت الناس في بيوتهم والله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه ان قابلت عمك او خالك او عمتك او خالتك واخذت تعانقك فانت تخاف لا 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 يا عمتي لا يا خالي لا يا عمي رعب وما يعلم جنود ربك الا هو ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة معنا اتصال ان شاء الله ايوه انا مع حضرتك لسه يا فضل الشيخ اتفضالي حضرتك سلام عليكم اه عليكم السلام انا باستطلع كل شهر ديت دلوقتي انا بيعليها ديون كتير وان المرتب بتاعها هو مصدر رزق الوحيد خالص في البيت بتوزي ما فيش شغل خالص تمام من ساعة الموضوع ده فانا كده انا مش بتطلحها الشهر ده ما طلعتهوش فانا كده عليها وزر انت بتكلم عن الصدقة او انا كنت بطلع كل شهر الصدقة من المرتب بتاعي تمام وحاليا عليك ديون او واجيب علي ديون ومفيش مصدر رزق في البيت الا المرتب بتاعي انا ده اجيبك ان شاء الله فهل انا لو لما انا ما طلعتهوش علي وزر اجيبك ان شاء الله اجيبك ان شاء الله جزاكم الله خيران يا سبحان الله الدين عليها دين والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ابي امامه وهو في المسجد فوجده مهموما حزينا فقال من الذي ألم بك أبا أمامه قال يا رسول الله ديون غلبتني وهموم وأحزان يا رسول الله فقال ألا أدلك على دعاء إذا قلته في الصباح وفي المساء سد الله دينك وأذهب همك وغمك وكربك وحزنك قال دلني يا رسول الله اسمع أيها المشاهد الكريم اسمعي أختاه الآن بعدما تصلون على الحبيب النبي قال له إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة فما زلت أردد هذا الدعاء حتى أذهب الله همي وغمي وكربي وحزني وسبد ديني فهنيئا لك أختاه أكسري من هذا الدعاء ولا حرج عليك في عدم إخراج الصدقة طالما أن عليك ديون لأن الدين روح المؤمن معلقة على باب الجنة حتى يسد دينه نعم والله نعم يا من تأخذ من هذا لتعطي هذا وتستهين بالدين ويكون معك المال وتقول ليس معي سامحني هذا الشهر سامحني هذا العام اتق الله وسد الدينك والله الأولاد لا ينفعوك نعم تترك الترك للأولاد وتسأل عنها في قبرك وحدك الحبيب النبي عندما كانت تحضر الجنازة كان يقول عليه دين فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم وإن قالوا وإن قال أحدهم أنا ضامن لدينه صل عليه النبي في يوم حضر الجنازة فقال النبي عليه دينه قالوا دي ناران يا رسول الله فقال النبي صلوا على صاحبكم النبي لا يصلي على الرجل الذي عليه دين أو على المرأة التي عليها دين إيه وربي فقام رجل من الصحابة يسمى أبو قتادة وقال يا رسول الله أنا ضامن لديني أنا ضامن لديني قال أنت ضامن؟ قال نعم قال اشهدوا أيها الصحابة قالوا شهدنا يا رسول الله فقام النبي فصل على الميت فلما فرغ من الدفن قابل أبا قتادة فقال له أسددت دينه قال يا رسول الله لم نفرغ من الدفن بح قال عجل يا أبا قتادة عجل بسداد دين الرجل فقابله بعد يومين فقال أسددت دينه قال إيه وربي سددت دينه قال الآن برد جلده من النار معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم أم حسين أسازينك ارفع الصوت يعني أعل صوتك شوي أم حسين لو سمحت لو سمحت يا سبن الشيخ تفضل أنا لما ربنا بيرزقني سمعك بدي جزء بدي جزء من الصدقات لبنتك لبنتك بنتك متزوجة بنتك متزوجة أي وحلتهم على قدورهم تمام تماما محسين جائز إن شاء الله محسين إن شاء الله هذه زكاة وصلة هذه صدقة وصلة للرحم وأسأل الله عز وجل لأن ربنا بارك فيك ويحسن إليك معنا الأستاذ حسن سلام عليكم سلام عليكم يا شيخ محمد عليكم السلام ورحمة الله لا سمعتكم تازل سألك سؤال بس فضل يا حبيبي هل الصدقة تجوز للأيتام أفضل الفقراء هل تجوز الصدقة للأيتام أفضل أم للفقراء الفقراء أم تمام يا حبيبي تمام أي سؤال تاني يا حسن أستاذ حسن طيب معنا الأستاذ نوال سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا حضرة الشيخ أنا عايزة أسأل أنا ربنا ما كرمنيش لسه بالزررية من الزوجة ليا خمس سنين عايزة أسأل يعني حل من دعاء أنا بعمل استغفار وبصلي عن نبي وكل حاجة بس لسه برضو ربنا ما رزقنيش والموضوع ده يعني هل اتلاء بزمت ولا تكثير مني وإني أنا أتعاير بموضوع الزرية أني ربنا لسه ما رزقنيش دي عايزة حضرتك معلش تتكلمني في الموضوع ده شوي حاضر حاضر يا أستاذ نوال وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزوكك الزرية الصالحة وكل من يريد من المسلمين وكل من قال آمين يا رب العالمين معانا الأستاذ محمد سلام عليك أستاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي الله يسترع عليك الله يسترعك محمد عسران يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا ربنا يرسع عن خذر فضل يا أستاذ محمد يا محترم تفضل طلب بسيط بس لحضرتك فضل يا حبيب نحاولين بس تكثيف البرامج الدينية في الفترة اللي فيها الحاضر أزاكم الله خيرا إن شاء الله كلام طيب والله يا أستاذ محمد طيب معانا الأستاذ محمد سلام عليكم السلام عليكم يا سيدنا فالحانة لها سؤالين عند حضرتك بعد إذن حضرتك يعني تحت أمرك يا أستاذ محمد أمور قضة أولا هل القرد بتاع البنك حرام ولا حلال عيد تاني سؤال بعد إذنك القرد بتاع البنك حلال ولا حرام قرد البنك تمام يا حبيب إيه السؤال الثاني إذن حضرتك نظراته مثلا عند ظروف هلين فأدور القرد ولا أنا مثلا عندي باتين أبيع واحد كده ووصل له الحالة خلاصة كده يعني تمام يا حبيبي السؤال الثالث معلش أن أسف أصلم فاضل تحت أمره لو فرض إن واحد هيخد وديعة في البنك هل العائد بتاع الوديعة أو الفايدة بتاع الوديعة دي فيها شبهة أو الحلال والحرام الوديعة محددة يا حبيبي يعني 3% 4% 5% والانظام مرابحة يعني هو أحدثك يعني لو تحطي البنك بكوية لو بتحطي البنك أساسا بيبقى معروف مثلا بولك 10% يعني الفايدة معروفة وثابتة طيب أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني يوس محمد شكرا 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 طيب يا حبيبي فضل يعني حسن في سؤالي هل تجوز الصدقة للأيتام أم للفقراء يعني سبحان الله إن كان الفقير يتيما فأنت بلغت العلا في المراتب الصدقة أخي الحبيب لما لأن هناك مرأة أسر ولدها في بلاد الروم فإذا بها عندما غاب ولدها الوحيد بكت عليه وأعلم تمام العلم أن دعاء الأم مستجاب الحبيب النبي يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ومنهم دعوة الوالدان لولدهما ففي يوم من الأيام وهي تجلس أي هذه الأم فإذا بالباب يطرق من قال سائل لم أذق ذواقا منذ كذا وكذا من الأيام فقالت والله ليس أمامي إلا قطعة خبز وزيت وليس لي طعام غير هذا قالت والله لا أتصدقن بهذا الطعام ثم فتحت الباب وأعطت الطعام لهذا السائل وقالت يا رب بحق هذه الصدقة فرج عن ولدي وفك عنه الأسر يا رب العالمين يا الله يومي طرق الباب عليها من؟ افتحي يا أم أنا ولدك يا أم فضمته إلى صدرها وبكت وقالت أو اطلق جميع الأسار يا ولدي قالت لا والله إلا أنا يا أم قالت ماذا حدث لك؟ قال بينما أنا في القيد فك الحديد بقدرة الله فأعادوا القيد ففك الحديد فأعادوه ففك الحديد قالوا لابد أن نسأل أسقفنا رجل العلم وريل الدين عندهم فإذا بهم يسألون هذا الأسقف فقال له ألك أم صالحة؟ قال إي وربي لي أم صالحة قال لعلها دعوة هذه الأم الصالحة اذهب إلى رحالك واذهب إلى أمك قالت متى كان هذا؟ قال في يوم كذا في ساعة كذا أي في الساعة التي حددتها كانت هي أخرجتها به الصدقة فسارعوا بهذه الصدقات لأنها تدفع البلايا وتدفع المحن إن شاء الله قال أستاذ نوال لم أرزق بالإنجاب عليك بالاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا جاءت امرأة إلى نبي الله موسى فقالت يا نبي الله ادعوا الله أن يرزقني الولد فرفع الكليم يديه وقال يا رب ارزقها الولد قال سبق في الكتاب عندي أنها عقيم لا تلد فإذا به يقول سبق في الكتاب عندي أنها عقيم لا تلد فجاءت في العام التالي وقالت ادعوا الله أن يرزقني الولد فقال ربنا سبق في الكتاب عندي أنها عقيم لا تلد وجاءت في العام الثالث ومعها ولد قال ابن من هذا؟ قالت ابني قال يا رب سألتك في عامين وقلت وأخبرتني بأنها عقيم لا تلد فكيف رزقتها يا رب؟ قال تأدب يا موسى أنا أقول عقيم وهي تقول يا رحيم فرزقها الله عز وجل سيرزقك الله إن شاء الله الأستاذ محمد عصران يجب عليكم تكسيف البرامج الدينية أسأل الله للقنوات في هذه المدينة المباركة إن شاء الله أن تحبو وأن تسير على نهج قناة الصحة والجمال لأنها تشعر بحاجة المواطنين وبحاجة العرب وبحاجة المسلمين إلى مثل هذه البرامج في هذا التوقيت بالتحديد لأنها تعلم تمام العلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة أستاذ محمد بيتكلم عن القرض أقول لك يا محمد حاول أن تبتعد يعني قدر الإمكان إلا ما اضطررت يعني خلاص عندك ليس عندك بيت وتحتاج إلى بناء بيت ففعل إحنا الضرورات تبيح المحزورات أما بالنسبة إلى الوديعة فإن كان محدد محدد الربح فأقول لك ابتعد لأنه الله يقول يمحق الله الربى ويرضي الصدقات يمحق الله الربى ويرضي الصدقات ما دخل الربى في بدن إلا أمرضه ولا في بيت إلا خربه ولا في مال إلا خسره فاتق الله وتعلم وأعلم تمام العلم أن الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون رسالة إلى أهل مصر بل إلى العالم أجمع بل إلى كل مهموم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدس بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله فحسبك الله فحسبك الله في كل لك الله اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء يا رب العالمين والعالم أجمع يا رب ما لنا رب سواك ندعوه ولا حبيب في الكون غيرك نرجوه ارفع عنا الأمراض والأوبئة يا أرحم الراحمين اسمع لدعائنا اسمع لضعفنا اسمع لقلة حالتنا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله